أتارت وفاة طبيبة جزائرية تدعى بوديسا وتبلغ من العمر 28 سنة مع جانينها في شهره الثامن اترى إصابتها بفيروس كورونا ضجة وموجة تعاطف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت الطبيبة الشابة تعمل بمستشفى رأس الواد بولاية بورج بوعريد 350 كم شرق الجزائر وقالت في إحدى محادثات لها مع زملائها إن رئيسها بالمستشفى رفض مكوتها في البيت رغم اقتراح زملائها تعويضها وقال زملائها إن بوديسا كانت خائفة وقلقة ومرعوبة لأنها شخصت حالتها واتضح أنها حامل لفيروس كورونا وتسببت وفاتها في صدمة في القطع الصحي بالبلاد خصوصا أنها حامل في شهرها الثامن وقد أدمت قصة الطبيبة قلوب الجزائريين حيث طالبوا من السلطات فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات وفات الطبيبة بالرغم من وجود قرار حكومي يعفي النساء الحوامل من العمل في المستشفيات في ظل أزمة كورونا وخلفت وفات الطبيبة تعاطفا كبيرا من قبل الجزائريين مع عائلة الطبيبة المتوفات كونها شهيدة كانت تؤدي واجبها المهنية على الرغم من ظروفها ومتاعب الحمل وحمل بعضهم المسؤولية لإدارة المستشفى الذي رفض تسريحها من العمل وهي في مرحلة متقدمة من الحمل خصوصا بعد نشر زملاء لها محادثات إلكترونية تقول فيها المتوفات إنها منعت من أخذ إجازة مرضية من طبيب العمل بينما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك وطالبوا من وزارة الصحة الجزائرية بفتح تحقيق في القضية